والبداية من العاصمة العراقية بغداد التي شهدت انطلاق أعمال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة وذلك بمشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة وزعماء وممثل خمس دول عربية إلى جانب فرنسا وتركيا وإيران إضافة إلى جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجية ومنظمة التعاون الإسلامية كما شارك في المؤتمر ممثلون عن الدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وممثلون عن الاتحاد الأوروبي ودول العشرين بصفة مراقبين يهدف المؤتمر إلى حشد الدعم الإقليمي والدولي من أجل دعم العراق وتعزيز استقراره وازدهاره ودعم الجهود المتواصلة التي يبدلها لمواجهة التحديات الضخمة على الصعيد الأمني والاقتصادية كما يناقش المؤتمر سبل تخفيف حدة التوترات والأزمات التي تواجه المنطقة ودعم مصار الحوار البناء بين الدول لتهيئة الظروف المناسبة لإقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي يعود بالنفع على شعوب المنطقة